موضوع يمكن صعب لأول وهلة على الكاثرين وإحنا محتاجين عمل الروح القدس حتى كمان نفهم هذا الموضوع السؤال كان المسيح طبيعة أم طبيعتان وخليني في البداية نتكلم عن هذا الفكر تعطيني كزي مجمل بالأول عن شو يعني لما بتسمع هذه الكلمة طبيعة أم تنين شو اللي بيخطر في بالك لأول وهلة يعني عندما يأتيني هذا السؤال دائما أدرك أن الشخص أمام صراء فهو يتقابل مع شخصية المسيح في الأناجيل الأربع والتي تتكلم عن سيرة المسيح بعبارات صريحة جدا تؤكد أنه إنسانا مثل أنه ولد وأنه عاش وأنه أكل وأنه شرب وأنه جاع وأنه نام وأنه تعب وهذا الذي يقف أمام هذه التعبيرات يقف أمام تعبيرات إنسانية إنسانية بحتة لكن أيضا هناك إعلان كامل على أن المسيح هو الله بتصريحات بفم المسيح ورسل المسيح فالإنسان الذي لم يشرق نور الإنجيل على ذهنه بعد يقف أمام هذا الصراع هو المسيح إنسان كما تقول أقوال الأناجيل ولا هو الله أيضا كما يرد في بعض أجزاء الأناجيل وكيف نوفق بين هذين الفكرين هو لي طبيعة ولا لي طبيعتين فالحقيقة السؤال ده ممكن ينم عن صراع فكري بين شخص تصادف وتقابل مع أجزاء كتابية تقول أن المسيح إنسانا لكن أيضا هو صراع فكري مرتبط بالهوية ما هي الهوية؟ الضلال والتيهان معروف أنك عندما تجهل هوية المكان الذي أنت فيه أو الذي أنت ذهب إليه أو تجهل هوية الشخص الذي تتكلم معه فكثيرون يجهلون هوية المسيح ولا يرون فيه إلا إنسانا نبيا معلما عظيما ولد وعاشا ثم يقال أن الله أخذه إلى السماء دون أن يموت بموت الصليب لكن هناك تصرحات كثيرة تقول أنه ليس مجرد إنسانا هو الله الضار في الجسد فهذا ينشي أيضا نوع من الصراع إذن الصراع ناتج عن أجزاء كتابية تقول أنه إنسان وأجزاء أيضا أخرى تقول من هو المسيح هوية المسيح وهذا هو التيهان والضلال عن شخصية المسيح ترجمة نانسي قنقر